من كان دقيا محبا لله فليتمتع بهذا الموسم البهي السني من كان عبدا حكيما فليدخل إلى فرح ربه مسرورا أيها الذين صاموا والذين لم يصوموا تمتعوا كلكم بوليمة الإيمان تمتعوا كلكم بوفير بوفرة الصلاح فرح مع القديس يحنى ذهبي الفم نبدأ حديثنا الفصحي حيث يتخذ الكلام داخل أسوار مدينة القديمة مدينة دمشق ومنقلب أحد أشهر معالمة عطرا متوجا بعبق التاريخ ومع انتصارات الجيش العربي السوري تنفض دمشق الغبار عن جناحها وتتنشق عبق الياسمين ويكتسي فصحنا بلون السلام الموزوج بدماء الشهداء الطاهرة حيث لا قيامة بدون مسيرة آلام ولا فرحا عظيما دون درب الجلجلة ولا حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه نلتقي من كاتدرائية سيدة النياح بطريار كية الروم الكاثوليك مع قدس الأب طاهر يوسف كاهن في كاتدرائية سيدة النياح والبحث الديني غسان شاهين صباح الخير صباح النور صباح النور صباح النور صباح مجيب صباح الخير المسيح قام المسيح قام يعني أبونا اليوم ليس من حب أعظم من حب اللي بيبذل فيه الإنسان نفسه فداء عن أحبائه وهي اللحظة لحظة الحب الأعظم اللي بتتمثل بسيدنا المسيح لو نتحدث عن هذا المشهد المشهد الفداء اليوم بداية أريد أن أصلي اليوم مع كل الناس الذين صلوا في هذه الصباحية صباحية القيامة قيامة سيد المسيح بين الأموات التي هي مرتبطة جداً بما يحدث الضيوم وبما حدث أيضاً أريد أن أصلي لأجل كل جندي دافع بشراسة عن الأرض المقدسة أرض النور، أرض السلام، أرض سورية وأريد أن أصلي أيضاً لراحة نفس الشهداء جميعاً الذين بدلوا كل غالي من أجل أن نعيش نحن اليوم نحن نعيش بهذه التضحية التي هي مرتبطة بالإيمان المسيحي الإيمان المسيحي ليس معتقد هو طريقة حياة طريقة حياة يعيشها الإنسان وهذه الطريقة هي مرتبطة بما يجري وما جرى أيضاً الطريقة التي نحن نحشق فيها الأرض نحشق فيها الأرض التي أعطتنا كل شيء أعطتنا إسمنا، أعطتنا شخصيتنا، أعطتنا كل شيء نملكه وهذه الأرض طلبت مننا في يوم من الأيام أن ندافع عنها فبدايةً أريد أن أصلي لكل أم، لكل أخ، لكل عائلة سورية اليوم تعيش هذا الصراع، صراع الفرح بقيامة السيد المسيح وصراع الحزن بفقدان عزيز وفقدان غالي ولكن قيامة السيد المسيح من بين الأموات أعطتنا فرحاً وأملاً جديداً بأن الحياة لا تنتهي هنا، بل تبدأ بالحفر وتبدأ بالنضال من هنا وتندهي في أحضان الله الآب كما بدأت حياة المسيح على هذه الأرض بإشراقة النور وبدأت حياة السيد المسيح بهذه المعضلة التي لم يفهمها العلماء ولكن المؤمنون، الأشخاص الذين يحملون النور والسلام في قلوبهم فهموا ما معنى تضحية السيد المسيح لأن الحب طلب مننا أن نضحي في كل شيء حب الله الآب للبشر طلب هذا الفيض من الحب أن يرسل لنا المسيح يرسل لنا هذا الشعاع من قلب الله شعاع ينور كما صلينا في سبت النور ورشينا الغار في الكنيسة رمز الانتصار الفرح هو أسلوب حياة حتى إذا كان الحزن ولكن الظلم لا تتشتاح النور النور إذا أشعلنا شمعة صغيرة في غرفة معتمة جدا هذه الشمعة تغلب الظلمة كلها نور القيامة اليوم الذي هو يعني فيض من هذا النور يعطينا أن نفهم ما معنى التضحية تضحية هؤلاء الشباب تضحية الشباب الذين هم بعد إلى هذه اللحظة واقفين في البرد والحر والشمس مرابطين صامدين مرابطين وصامدين يدافعون عننا يعني في الأسبوع العظيم أنا والأستاذ غسان شاهدنا المئات من الناس بل الآلاف يرتدون دور العبادة الكنائس والجوامع يرتدون هذه الدور مطمئنين لأن هناك رجال من رجال الله هم مرابطون لكي نحن نعيش ونفرح هذا الفرح يعني أهدي قسم كبير منه لهؤلاء الشباب الذين ناضلوا من أجلنا أكيد ونحن أكيد بدورنا أبونا بدنا نوجه التحية لجميع الشباب يلي لولاهم نحن ما كدنا موجودين اليوم بدنا نترحم دائما وأبدا على الشهداء من مدنيين وعسكريين ومنخص دائما بالذكر أيضا أمهات الشهداء يلي أيضا صنعوا وقدموا الأبطال فداعا للوطن أستاذ غسان ننتقل لحضرتك وأيضا منتابع الكلام عن التطحية والفداء فعلا لأي درجة تشعر أنه هذه التطحية والفداء بينطبع على أبطالنا بالجيش العربي السوري لأي درجة أيضا سوريا عم تعيش قيامة حقيقية بهذه السنة صباح خير يسعد صباحا اعتدنا أن نلتقي في كل عام من ست سنوات إلى الآن لنصلي في كل يوم مشابه مثل هذا اليوم من أجل قيامة سوريا المقبلة تذكر دائما الحوارات اللي كنا نقول أننا كلنا نصب أن نرى قيامة سوريا وكأن هذه القيامة قد فاجأتني البارحة عندما أعلن النصر حول مدينة دمشق نعم طبعا كلنا نصلي أن يعلن النصر أيضا في كل أنحاء سوريا ونحن واثقون أنه سيعلن إنما سأعود إلى نقطة البداية عندما كان الناس يأتون خلال الأسبوع الماضي ويصلون بحرارة أمام صليب السيد المسيح وكأن لكل منهم طلبا خاصا يتمنى فيه شيئا ما من أجله غير أن الجميع كانوا مجميعين على جملة واحدة يا رب أعد السلام إلى وطننا وهذا الذي حصل الله سبحانه وتعالى أعاد السلام فكانت ليست فقط بشرى القيامة التي بشرها الملاك للنسوة الحاملات الطيب عندما أتينا مبكرات قبل الصبح ليطيبن السيد المسيح كما ورد في إنجيل اليوم ووجدنا الملاك على باب القبر وقال لهن ماذا جئتنا تطلبنا إنه ليس هاهنا لقد قام ونحن وكأننا في نفس المشهد ماذا جئنا نطلب أجئنا نطلب السلام إن السلام في قلب كل مننا وإن السلام في بيت كل مننا وإن السلام يرفرف فوق سوريا ونحن علينا أن لا نقلق لأن الذي يسير الكون قد استجاب طلباتنا هذا المشهد اجتاز في عقلي وفي فكري ليلة الخميس الماضي منذ ثلاثة أيام عندما وقفت أمام صليب السيد المسيح ونظرت إلى إكليل الشوك فوق رأسه وتساءلت مع نفسي كيف أستطيع أن أنزع شوكة من شوكات هذا الإكليل من رأس السيد المسيح فوجدت أن فعل المحبة هو الذي وحده يستطيع أن ينزع شوكة وتساءلت كيف أستطيع أن أقارن فعل المحبة الذي علي أن أقوم به والذي يقوم به جنودنا الأبطال على الجبهات المختلفة إن وجودهم جميعا بهذا الحماس وبهذه القدرة وبتلك العيون التي يملأها الأمل من أجل غد أفضل من أجل مستقبل أفضل لأجيال قد يعرفونها وقد لا يعرفونها إن فعلهم كان مشابها لأي فعل محبة لقد نزعوا جميعهم كل الأشواك التي كانت على أقليل السيد المسيح فوق رأسه أعلى درجات المحبة نفذوها وعندما رأيتهم البارحة على شاشة التلفزيون وهم يهتفون جميعا من أجل سوريا وهم يفرحون جميعا بما صار من أحداث في سوريا لم أستطع أن أكبح جماح دمعتي التي نزلت لأنني تذكرت أن هذا الفرح هو الذي سيملأ قلوب أمهات الشهداء والذي سيبعث الفخر في قلوبهن نعم يعني أبونا مثل ما قال سازة غسان كل مرة بنصنع فعل محبة ننزع شوكة من كليل الشوك لسيد المسيح المسلوب اليوم لأي درجة نحن مطالبين بفعل هالمحبة تقديرا لهالتضحيات الكبيرة من أجل سوريا ومن أجل كل الدماء الطاهرة التي عبدت درب الخلاص ودرب القيامة يعني بداية أن أقول فعل المحبة هو فعل يوجع يعني هو ليس فعل سهل أن تحب أعداء كما قال سيد المسيح أن تغفر لصالبيك هو فعل صعب جدا على الإنسان الذي لا يؤمن أن المسيح وكلام المسيح هو فيه كل الحكمة أريد فقط أن أقول أن الصليم هو العلامة الوحيدة التي تركها لنا السيد المسيح مع القبر الفارغ والأكفان القبر الفارغ مع الأكفان يرمزون إلى الحزن وبعد القيامة المسيح موجود في كل مكان في كل شيء في الكل يسوع المسيح موجود إلا في مكان واحد القبر الذي تركه فارغا مع لفائف الأكفان التي هي بدورها هي علامة أن الموت حتى الموت الجسدي لن يصيبنا مع قيامة السيد المسيح ليس هو بشيء كبير الموت الجسدي لأن هناك حياة أبدية مع يسوع المسيح البارحة ليلا كنت أتحدث مع السيد غسان وقلت له أريد أن أعرف ماذا قال السيد المسيح ماذا أوصى قبل أن يصعد قبل أن يقوم بالأموات أعطانا كلمة رائعة جدا قصيرة كلمة قصيرة ولكن في معناها عميقة جدا جدا قال سلامي أعطيكم سلامي أترك لكم ليس كما يعطيه الناس إذا أردنا فقط أن نغوص في معاني هذه الكلمات المسيحانية لأنها خرجت من فم المسيح السلام هو ذهنية وطريقة حياة يعني نحن ما فينا نحاور الناس اللي ما عندهم ذهنية السلام مستحيل أنا أستطيع أن أحاور شخص ليس هو كما قال السيد المسيح سلامي أعطيكم السلام هو عطية من الله يعيشها الإنسان ويجعلها ذهنية في حياته لا أستطيع أن أحاور شخص العطية التي لديه هي الشر السلام هو سر المسيحيين الذين عاشوا الأزمة واليوم سأكشف هذا السر المسيحي الذي عاش كلام يسوع المسيح عاش هذا السلام كان يرى بعد الغمام بعد العاصفة أن يسوع ينتظرنا فأنا أصبقكم إلى الجليل يسوع ينتظرنا هناك هذه الكلمة التي عزت وتعزي وستظر تعزي كل مسيحي وكل أم وأب وأبن وكل رجل دين كان يسأل في الأزمة يا أبونا شو بدنا نعمل نحن شو بدنا نساوي هذا الكلام كلام المسيحاني الذي خرج من فم يسوع المسيح سلامي أعطيكم لا تخافوا وكلمة لا تخافوا مذكورة أكثر من 365 وكأن المسيح يوزع الطمأنينة اطمئنوا كل أيام السنة كل ما تفيق من النوم وأنت بقلب الأزمة سلامي أعطيكم سلامي أترك لكم لا تخافوا ويعود بنا هذا الكلام إلى النص المشهور الذي يعرفه كل المسيحين وهو كلمة السر والمفتاح يسوع عندما رأى التلاميذ في البحر وصعدوا في قلب السفينة البحر يرمز للعالم أزمة هذا العالم مشاكل الناس البحر يرمز كما هناك كثير من الرموز في الكتاب المقدس ترمز الحقل يرمز إلى العمل البحر يرمز إلى العالم والسفينة هو أنا وأنت وكل إنسان مسيحي وكل إنسان مؤمن على هذه الأرض هاج البحر هاج العالم المشاكل كثرت ولكن التلاميذ رأوا من بعيد يسوع المسيح ماشيا على البحر ماشيا لقد وطأ بموته الموت ماشيا على جميع مشاكلنا وهدأ عندما رأاه التلاميذ اضطربوا وقال لهم هذه الكلمة المفتاح لا تخافوا أنا هو أنا موجود أنا هو أنا حاضر في حياتكم وهذا هو معنى القيامة في حياتنا معنى أن نكون أن نرى من خلف العاصفة من خلف الغمام فقبلوه وصعد إلى السفينة فهدأ البحر وطئ الموت ووطئ الموت ومهيب الحيات عندما نقبل يسوع في حياتنا ندخله إلى هذا المركب الذي يعيش وعاش كثير من الطلاطم الأمواج وكثير من المشاكل فقط عندما نقبل يسوع المسيح نقبل النور نقبل القيامة ونعيش في طمأنينة رغم كل طلاطم الأمواج والعواصف ولكننا بطمأنينة لأن المسيح معنا وهذا المسيح الذي غلب الموت يستطيع في أي وقت أن يغلب مشاكلنا ويغلب صعوباتنا وصعوبات حياة السوري البسيط الذي يبحث عن مستلزماته اليومية ولكن عندما يكون المسيح معنا وهذه الكلمة المفتاح سلام أعطيكم أعطيكم نظري لكي تروا كما أرى أنا خلف الغمام خلف كل هذا التبعثر في الأفكار هناك يكون يسوع أنا هو ولا تخاف نعم أبونا ما أحوجنا اليوم لهذا السلام الداخلي اللي مثل ما تفضلته حكيت لازم موجود بقلب كل إنسان سوري سواء مسيحي أو حتى مسلم بقلب كل إنسان يمكن لحتى نقدر نجتاز هي الصعاب لحتى هذا البحر اللي عم تطلاطم أمواجه نحنا نقدر نوصل لبر الأمان أبونا اليوم كلمات مليئة بالطمأنينة عم تقدم لنا نحن أكيد نتشكر هي الكلمات وأكيد نتمنى الصلوات والأدعي اللي عم تطلع من تم كل إنسان سوري توصل ويتحقق السلام على هي الأرض الطاهرة أمين أكيد بدنا ننتقل كمان لأستاذ غسان أستاذ غسان السيد المسيح دائما علمنا أن الحياة للإنسان أن يعرف الله الحياة الحقيقية للإنسان أن يعرف الله اليوم كيف عم بتشوف هذا الشيء موجود وبنعكس على السوريين إذا كنا نحن البشر نعرف جيدا أنه لا معنى لحياتنا دون المعرفة فما بالنا نتساءل كيف لي أن أنتصر على كل شيء دون أن أعرف الله إن معرفة الله هي التي تسير حياتنا ومعرفة الله ليست مشروطة بأن أكون مسيحيا أو مسلما أو منتسبا إلى أي ديانة فمعرفة الله هي معرفة ذلك تلك القدرة العظيمة الهائلة الموجودة داخلي والتي علي أن أبحث عنها في كل لحظة من لحظات حياتي وفي هذا المجال أؤكد أن معرفة الله هي التي تسير بي في الدرب الأكثر طاقة كما يقال الآن ومتداول الآن أكثر طاقة إيجابية فأنا بدون الله أذهب في الطاقة السلبية الله هو الطاقة الإيجابية في حياتي ومعرفة الله هي أن أحيا بما شاء الله مني أن أحيا فالمعرفة لا يمكن أن تنفصل عن الحياة كما أن الحياة لا يمكن أن تنفصل عن المعرفة أنا وأنت وأي إنسان عم يشوفنا هلأ على التلفزيون بيعرف أنه بدون علم بدون معرفة لا معنى للحياة تسقط الحياة فما بالك إذا كانت تلك المعرفة هي معرفة الله السيد المسيح عندما تجلى وعندما تجلى بنورانيته الهائلة العظيمة ليس مشهدا تمثيليا وليس سيناريو وليس فيلما سينمائيا استعرضه أمام تلاميزه بل عندما تجلى في قلب كل منهم ونقل ذلك التجلى عبر إنجيله المقدس إلى قلوبنا السيد المسيح نقلنا إلى حالة من المعرفة لا متناهية فالذي لا يحيا تلك المعرفة هذا الذي سيشار إليه بالإصبع أما الباقون الذين عرفوا الله فهم الذين سيذهبوا في تلك المعرفة في محبة الله فالمعرفة هي محبة كما أن المحبة هي معرفة نعم وهما صنوان لا ينفصلان أكيد يعني قدس الأب وأستاذ غسان شكرا كثير على هذه المساحة الروحانية اللي اطفتوها على صباحنا لليوم بالفصح الكريم شكرا كثير لكم وإن شاء الله يا رب دائما أيامنا كلعة نور ومحبة دائما أيامنا مليانة بالفرح وبالانتصارات شكرا كثير لوجودكم شكرا لأستضافتكم أيضا إلنا بكنيسة صباح مبارك صباح فصحي للجميع موجودين بسوريا وموجودين خائل سوريا أخوتنا وعائلاتنا وصباح السلام صباح طمأنينة لأن الله معنا أكيد نكرر أنا بدي أقول كلمة أخيرة بس لأخواتنا يلي تركوا بلدنا وراحوا السلام دوما يشع من الشرق لا تفكروا أبدا كل اللي عم تشوفون بهاللحظة هاي في العالم أنكم قد تستطيعون أن تحققوا السلام إن لم تعودوا إلى هذا البلد هذا البلد لكم وهذا البلد بحاجة إليكم يفتح زراعيه للجميع ويفتح قلبه للجميع وعيد الفصح بالنسبة إلينا ليس بيضا ملونا بل هو معرفة حقيقية أننا بدون بلادنا لن نستطيع عن ناحية نعم أكيد كرير شكرنا لكم شكرا كتير كلمات الطمأنينة للسلام الداخلي يلي فعلا نحن عم نعيشه مع حضرتكم نتمنى أكيد تكون سنة مباركة على الجميع سنة انتصارات وسنة خير على الجميع شكرا لكم